أكدت الحكومة المصرية أن كافة الجهات المعنية بالدولة تتابع على مدار الساعة تطورات الأحداث الجارية في السودان في ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على مصر كدولة جوار مباشرة للسودان وأكد رئيس الوزراء المصري مصفى مدبولي خلال اجتماع للحكومة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعطي الأولوية لتأمين العودة الآمنة للمصريين من السودان وتوفير كل ما يلزم من خدمات على المعابر البرية بين البلدين كما بحث الاجتماع الطارئ الوضع الصحي للتعامل مع القادمين من السودان وتوفير مواد غاثة ووجبات غذائية على الحدود